ابطلع المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق الجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن على أعمال الصيانة وتأهيل المرحلة الثانية من طريق جولة الرحاب إلى جولة كانديان في مديرية خور مكسر وفي هذه الزيارة تابع المهندس معين الماس أعمال الإسفلتة الجارية للخط ضمن أعمال الصيانة المتواصلة للخط الحيوي الاستراتيجي المدخل الشرقي للعاصمة عدن الذي يموله ويشرف عليه الصندوق مطلعا على ما تم انجازه من المراحل في الفترة الماضية